اشتركوا في القناة لبرج العدراء طبعا زي ما حكينا توقعتنا لليوم الاثنين خمسة ايلول وبرضو في عنا قلو مسار القمر الان موجود في برج القوس في ساعات الفجر رح ينتقل لبرج الجديد طبعا الان هو في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعة ثنتين ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو موعد انتقال القمر من برج القوس لبرج الجديد بعدها رح ينتقل القمر لمنزلة سعد الدابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية وبما انه القمر من الان لغاية ساعات الفجر موجود في برج القوس بنشعر بالابتهاج وبنجد الناس اكثر مراحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوس عن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا اول زاوية زاوية التقابل ايجابية بين عطارد وبين المشتري وطبعا لها يوم 7-9 تأثيراتها نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها لغاية اليوم اخر يوم لالها وهي اللي بتخلق جو من التسامح بحيث انه ممكن نتسامح مع اشخاص اخطأوا او بيخطئوا بحقنا ومنمد يد العون لالهم وبرضه بتدفعنا للتراجع عن خطأ اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت المنفصلة الايجابية بين عطارد وبين المريخ فبسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وهي الزاوية السلبية الطويلة التأثيرات وهي زاوية منفصلة بين زحل وبين اورانوس طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فاول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة سوى فجرا هي بتوقيت جرينيج طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات الظهر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية مباشرة وهو خلو المسار خلو المسار طبعا مدته مش طويلة مدته 12 دقيقة لا غير هو رح يبدأ ساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا ورح يستمر حتى تمام ساعة 2 دقيقتين صباحا لا يستقر بعدها القمر في برج الجديد هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة 2 دقيقتين صباحا بيكون انتقل للجدي وبلش يعمل اول زوايا لا وتأثيراته بتصير على جميع الابراج انه بهاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منها علينا الاجتهاد اكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين بالنسبة للحدث اللي ذكرنا في بداية الحلقة وهو انتقال الزهرة من برج الاسد لبرج العذراء رح ينتقل كوكب الزهرة صباح هذا اليوم اللي هو اليوم الاثنين رح ينتقل ساعة اربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج او ورح يضل في برج العذراء لغاية صباح يوم تسعة وعشرين تسعة يعني لغاية الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا من يوم تسعة وعشرين تسعة يعني بمعنى اخر رح يضل زهرة موجودة في العذراء اربعة وعشرين يوم خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير ايجابي على المظهر الخارجي لما وليد برج العذراء بيجذبوا لهم افراد الجنس الاخر اكثر بكون طاقتهم وحيويتهم جمالهم زيادة عن الاشي الطبيعي فهذا الاشي بيزيد من علاقاتهم العاطفية او بدئهم بعلاقات عاطفية او رغبات بالارتباط او تطوير علاقات للارتباط وبيستفيد معهم عاطفيا موليد الابراج الترابية والمائية زي برج الثور والجدي السرطان العقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج العذراء طبعا اللي بنولد والعذراء او اللي انولدوا والعذراء موجود عندهم او موجود الزهرة عندهم بالعذراء هدولا بيتميزوا بيميزة شوي ممكن هيك يزعلوا مني انه هدولا ما بيكون عندهم قوة رومانسية ما عندهم رومانسية نهائيا لانه هدولا الاشخاص ما بيتصرفوا بشكل تلقائي مثل الاخرين بالعكس هدولا بيدرسوا بيحللوا العلاقات وممكن انه يتهموا انهم يعني شوي عندهم برود عاطفي لانه هدولا عقلانيين اكثر من انهم عاطفيين وبعرفوش يعبروا عن عواطفهم كمان يعني خلص هيك الطبيعة عندهم الميزة لما بصير الزهرة في العذراء معروف في علم الفلك انه الزهرة بتكون في هبوطها يعني بمعنى اخر بتكون فاقدة لطاقتها وما بتجد طاقتها الكاملة في برج العذراء فعشان هيك ما بتعطيها التأثيرات الكبيرة على الابراج بس اللي رح يصير صحيح انها هي رح تنتقل للعذراء ولكن رح يكون وجودها احسن من وجودها بالاسد هاي المرة ليش لانها رح تشكل زوايا تقريبا منقدر نحكي ايجابية وخصوصا انه هي رح تشكل زوايا اللي هي تثليث مع المريخ تثليثها مع اورانوس مقابلتها مع نبتون شوي رح تكون صعبة ولكن اقترانها مع عطارد حتى لما بكون يتراجع برضو تعطيها ايجابية فعشان هيك الزوايا رح تأثر بشكل ايجابي على الزهرة خلال فترة الاربع وعشرين يوم القادمة بالنسبة بالنسبة للتأثيرات طبعا على الابراج خلينا ناخذها بالترتيب برج الحمل هدولة طبعا بتتركز عندهم الامور على العمل على الصحة ايجاد علاج ترتيب ادوية معينة عمل جديد تقديم طلبات عمل عروض عمل جديد بتجيهم ولكن بدهم ينتبه من شغلة وحيدة اللي هي ارتفاع الوزن لانه زهرة لما بتكون في البيت السادس تعطيهم طاقة عالية جدا ورغبة لالتهام الطعام وايضا جسمهم بكون قابل لزيادة فاللي بعملوا برامج غذائية بدهم ينتبه على وزنهم اما بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هدولة يعتبر من اكثر الاشخاص اللي راح يستفيدوا لانه راح تعطيهم بوجوده في البيت الخامس لالهم حظ عاطفي ومالي ارتباط خطوبة تطوير علاقة ما وبرضو تعطي فرصة بحمل فرصة حمل للنساء اللي عندهم رغبة بالحمل في هاي الفترة او بدهم يقضوا ادوية او يعملوا زراعة او تخصيب فهاي فترة ممتازة لهاي الامور برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندهم فرحة او عندهم خبر صار بيتعلق بالبيت او بالعائلة او مناسبات عائلية بيستفيدوا في مجال العقارات والعلاقات العائلية ممكن شراء بيت استئجار بيت نقل من بيت لبيت او بحل قضية العلاقة بالعقارات او ممكن يبيعوا عقار او ارض كان صعب انهم يبيعوها بالفترة الماضية ولكن في فرحة عائلية رح تصير عندهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بهاي الفترة اكثر مكاسب موليد برج السرطان بتيجي من السفر من الاتصالات برضو من العلاقة ما بينهم بين الاخوة ممكن دعم من احد الاخوة من الجيران برضو بتعطيهم اشي العلاقة بالامتحانات المدرسية الخصوصا الطلاب بالفترة هاي بيبدعوا قدرتهم على النقاش على الاقناع على المسايسة على جذب الاحبة او اقناع الاحبة بوجهة نظرهم بالندوات بالمحاضرات بدورة جديدة فالفترة هاي ممتازة جدا ورح تكون نشطة ومثمرة بشكل كبير اما بالنسبة لموليد برج الاسد فهنا بتركز على المكاسب المالية اللي بتيجيهم من عمل اضافي مستردات هباد دعم ممكن يحصلوا على بعض الاموال او ممكن يحلوا قضية مالية كانت صعبة عليهم بالفترة الماضية ممكن شوي يهتموا بسداد بعض الفواتير او الالتزامات يعني بتترتب امورهم المالية بشكل افضل وبتبتح لهم مجالات لمكاسب مالية اكثر ولكن بدهم ينتبه بعض المصاريف اللي بتروح لامور الها علاقة بالتجميل او الها علاقة بالثياب او الاشياء من هذا القبيل ينتبه بشكل لانه بتصير رغبتهم للامور التجميلية عالية جدا اما بالنسبة لموليد برج العذراء فزي ما حكينا هم اكثر المستفيدين لانه تعطيهم فرصة الها علاقة بالعاطفة بالحب فرص مالية اهتمام بالنواحي الفنية الترفيه تغيير الجو طاقتهم حكينا بتكون ايجابية وعالية جدا رغبة الجنس الاخر بالاقتراب منهم او الارتباط فيهم الممارسة هواية جديدة ابداع بتقديم هواية ممكن يحصل على تكريم من وراء هوايتهم او من وراء الاشخاص اللي بيعملوا في المجالات الفنية اما بالنسبة لها موليد برج الميزان فهنا استفادتهم بتكون اثناء تعاملهم مع المؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة زي المستشفيات السجون الشركات المؤسسات الكبيرة الامور اللي اللي هلها علاقة بالدوائر الحكومية حل مشكلة كانت صعبة ممكن بعض المساجين من موليد برج الميزان يطلق صراحهم او يحكم لصالحهم الاهتمام بالروحانيات بالغيبيات عندك طاقة كبيرة لكشف اي شخص ممكن انه بتآمر عليك بالخفاء بالفترة هاي بتقدر تردع او تحط له حد بشكل قوي اما بالنسبة لموليد برج العقرب فالنشاط عندهم نشاط اجتماعي وفايدتهم كلها من النشاطات والعلاقات الاجتماعية فممكن يستفيدوا من مناسبة بعلاقة عاطفية من خلال مناسبة مثلا واحدة من موليد برج العقرب تروح تحضر حفلة ممكن في الحفلة هاي الناس يشوفوها فيخطبوها عشان هيك يعززوا العلاقات الاجتماعية قد ما بتقدروا ما بينكو بين اصدقائكم ومعارفكم واللي بدوا واسطة او بدوا دعم بالفترة هاي يستغلها لانه الظهرة بتدعمه وممكن تعطيه قبول من الطرف الاخر ويمشي معاه او يحلله مشاكله اما بالنسبة لموليد برج القوس فهنا بتركز على مجال العمل على مجال السمعة فهنا تفتح لهم مجالات للشهرة لترفيع لترقية عمل جديد اعلاقاتهم بالمسؤولين ممكن انه شوي يدافع عن سمعتهم او يسكروا موضوع هوجموا فيه بتشويه السمعة الفترة الفترة بثبت انه هم على حق وهذا الشيء رح ينصفهم يعني دعم في مجال العمل والعلاقات وممكن تبدأ بعمل جديد او حتى مقابلات بالفترة هاي وتكون مثمرة تقديم على طلبات العمل في هاي الفترة برضو ممتازة اما بالنسبة لموليد برج الجدي فهنا بتفتح لهم امور العلاقة بالسفر السفر البعيد الاتصالات العلاقات مع الاجانب الاوراق القانونية والمعاملات القانونية القضايا القضائية علاقة عاطفية مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او حتى الاهتمام بامور عاطفية ممكن تيجي من خلال الدراسة الجامعية يعني اثنين بالجامعة او من برج الجدي في الجامعة يوقع بالغرام او توقع بالغرام او تبدأ علاقة عاطفية ما بينها وبين شخص الاجواء طبعا داعمة حتى بتفتح مواب لها علاقة بالهجرة معاملات الهجرة والاتصالات زي ما حكينا واللي بشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير اما بالنسبة لموليد برج الدلو فهنا بتفتح لهم امور الها علاقة بالاموال المشتركة ممكن يكون لهم اموال كانوا صعب يحصلوها في الفترة الماضية فممكن الفترة يحصلوا فيها او ينحسم الامر لصالحهم او تمشي الامور باتجاههم اكثر برضو الاهتمام بامور الها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين حلها هاي المسائل او طلب قروض برضو بتفتح لهم مجالات ممتازة ممكن شوي صير بعض الاهتمام للعلاقة بالعائلة بالبيت بالفترة هاي بتصير يعني الاجواء مثمرة اكثر وفيها نوع من انواع التواصل والانصاف الك او للعائلة اما بالنسبة لموليد برج الحوت هنا بتفتح لهم مجالات الها علاقة بالشراكة يعني ممكن تكون شراكة مالية يبدأوا بعمل جديد او شركة جديدة او امور الها علاقة بالزواج والارتباط فهاي الفترة ممتازة جدا ممكن يبدأوا علاقة او يطوروا علاقة تصل لمرتبة الزواج او حتى انه يصير في زواج رسمي فعشان هيك الفترة هاي ممتازة ولكن اهم شي دائما لانه لخوكب هذا بيكون مقابلكم طاقتكم شوي بتكون فيها بعض الخربطة ما تتخذوا قرارات حاسمة ولكن حاولوا انك تدرسوا المواضيع وخصوصا اذا كانت الامور الها علاقة بالارتباط تحديدا وواضح الامور مش ارتباط بالفترة هاي يعني موليد برج الحوت اذا عندهم علاقة عاطفية وخلال هذه المدة ما ارتبطوا يعني يعرف انه الطرف الاخر يعني مش جاد في هذا الموضوع بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد انتقال الزهرة في زاويتين والزاويتين سلبيات اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 43 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء فيجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة ما قبل الظهر وبتستمر لغاية منتصف الليل بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وتجعلهم مزاجي الطباع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية من ساعات الفجر القمر طبعا رح ينتقل للجدي هي فترة انتقال القمر للجدي بصير نقاط الضعف عنا والأعضاء الأكثر حساسية عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن يعني بمعنى آخر هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل لا للأسنان ولا للجلد ولا للشعر يعني هاي الأمور بيتكون تبعدوا عنها تماما ولكن المضطرين للأمور الجراحة يعني ممكن هدولا شوي نقولهم بإمكانك ولكن اللي بيعملوا حقا أو معالجة البشرة منهم لا طبعا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر نهائيا لا لإزالة العادية ولا الإزالة بالليزر طبعا يصلح هذا اليوم طبعا للأمور لإزالة الأمور اللي لها علاقة بإمكانك اللي هي الأمور مثل عملية التقشير اللباس الهندام الأمور اللي زي هيك ولكن قص الشعر نهائيا هذا اليوم ولا بأي أمر لا صبغ ولا حنى بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يبدأ يوم الثلاثاء ستة تسعة بيبدأ طبعا في ساعات المساء الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى صباح اليوم التالي أي صباح يوم الأربعاء سبعة تسعة الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر ويستقر في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره تسعة أيام في تمام الساعة ثنتين وثمان دقائق بعد الظهر بصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير اليوم سبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة خمستحش في المية ولكن في ساعات الصباح الباكر بتصير سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في القوس وبدي ينتقل للجدي وروح يمكت في الجدي حتى يوم سبعة تسعة طبعا هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بشوي بصير منتحس بنسبة 40% لغاية ساعات الصباح لتنزل نسبة النحوس إلى 10% في ساعات المساء بترجع بترتفع له عند المغرب تقريبا بترتفع نسبة النحوس إلى 40% ولكن في ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم بترجع بتنزل نسبة النحوس إلى 10% بالنسبة للعطارد في الميزان طبعا هو موجود بحالة أمامية لغاية يوم 10-9 بعدين بده يبدأ في عملية التراجع بدأت الآن أتنبه أن التراجع للعطارد يوم 10-9 عشان تكونوا حاضرين وتعرف الجدول وأعمال قبل هذا التاريخ طبعا أطارد الآن سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد وبدو ينتقل للعذراء طبعا ورح تمكت بالعذراء لغاية يوم 29-9 هي الآن موعد بث الحلقة منتحسة بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 سعيدة بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% بورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية مع البعيدة وحلاقاتكم مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتظل قوة العاطفة عندكم عالية وممكن أنكم تتواصلوا بشكل جيد وعواطفكم تكون ممتازة ويتجاوبوا أحباكم معاكم في ساعات الفجر الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر للكم فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية خلال هذا اليوم أهم شيء أنكم ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسؤوليات وممكن يتواجهوا أمر يكون فيه صعوبة أو يكون معقد شوي فعشان هيك بدكم تلتزموا بمسؤولياتكم وما في داعي لأي أمر ممكن أن يشوه السمعة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الأمور بتركز على الأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح الباكر فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي ولكن مع هيك بتكون تخففه من النفقات المتصاعدة في بعض الأمور اللي لها علاقة بالبيت أو العائلة ممكن تهتموا فيها خلال هذا اليوم وبرضو بعض المصاريف وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع وما في داعي تكفلوا أو تضمنوا حد أو تدينوا حد فلوس في هذه الفترة أما في ساعات الصباح الباكر الأجواء بتصير ممتازة فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبظل في نوع من أنواع الفرص للقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلا علاقة بالسفر والتسويق والنشر والدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة فيه أمر معين ممكن هذا الأمر يكون محاضرة مؤتمر امتحان مقابلة مراسلة فتعطيكم نوع من أنواع النجاح أهم شيء أنك اليوم تتحرك على مختلف الأصعاد بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح الباكر فعشان هيك بتظل اهتمامكم كله في تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل العاطفة بظل فيها نوع من أنواع الضغط وطاقتكم بالظل قليلة ما عليكم غير سوى الصبر والمرونة وتنتبه لصحتكم ممكن تتعرضوا زي ما حكينا يوم أمس لبعض المضايقات أو الخلافات طبعا في ساعات الصباح الباكر الأجواء بتتغير لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمع إن بالكم وتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن باتجاه المقابل لأيكم فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح الباكر انتبهوا لعملكم حاولوا أنكم تنجزوا أعمالكم بشكل جيد نظموا وقتكم بشكل جيد وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم لأنه بدأت الطاقة تنزل شوي شوي فلازم تحافظوا على صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي جدال أو صراع ما بينكم بين زملائكم بالعمل ما في داعي لأي شيء تهملوا في صحتكم مثلا من ناحية تغذية أو علاج أو إن شعرتم بشيء حاولوا أنكم تراجعوا الطبيب أما في ساعات الصباح الباكر القمر رح يصير مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم بالفترة هاي بكون قوي وما بيرحم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح الباكر فبتشتد رغبتكم برضو بالتقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا لا أجواء جيدة نسبيا ولكن حولكم ما تفرضوا رأيكم على أحباءكم أو على ابناءكم بالفترة هاي لأنه القمر بيتجه باتجاه البيت السادس فعشان هيك شوي الأمور بتكون ضاغطة وبرو حولكم ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة من ساعات الصباح الباكر بيبدأ التركيز على أمور الها علاقة بالعمل والصحة فبيبدأ العمل بالتراكم أهم شيء ما تهملوا صحتكم حادروا من بعض التعب الصحي اللي ممكن يعني بعض موليد برج الأسد يحتاجوا لمراجعة الطبيب برضو التعب والإرهاق ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن اليوم تظهر لبعض موليد برج الأسد بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وبعضكم رح يشعر بالتوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن حاولوا إنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة أو شراء أثاث أو مصاريف منزلية أو عائلية يعني قللوا منها قدر الإمكان لأن القمر بيقترب عن مرحلة الانتقال دائما بتزيد فيها بعض المصاريف ممكن تشعروا ببعض التوتر أو القلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء إنه تضبطوا عصابكم في ساعات الصباح الباكر من صباح هذا اليوم وطيلة اليوم الأجواء بتصير إيجابية بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تطلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بظل فيه عندكم من الآن لغاية ساعات الصباح الباكر بظل فيه نشاط في أمور التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة وبالفترة ممتازة أو مناسبة لإجتياز امتحان أو ممكن تعزز العلاقة مع الإخوي أو الجيران أهم شيء أنك تنتبه أثناء حركتك أو قيادتك للسيارة وخصوصا أثناء تنقلاتك ما بين الشوارع بدها شوية حذر وحاول أنك ما تعصب أثناء التعامل مع الإخوي أو الجيران أما من ساعات الصباح الباكر الأجواء طبعا رح تتغير لأن القمر رح يصير في البيت الرابع فخلال فترة هذا اليوم بتفضله الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء لأنه شوية ممكن تكون ضاغطة أو تثير اضطرابك امتحاضك فعشان هيك حاول أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات وخصوصا المهنية واهتم بحائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل فرص ممتازة مفتوحة أمامكم لمكاسب مالية اللي بتيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تكونوا حذرين من النفقات ابعدوا عن النفقات وعن الدين وانتبهوا على أموالكم من السارقة أو الضياع أو من بعض المحتالين امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية يعني وما تتخذوا قرارات مالية في ساعات الصباح الباكر وطيلة هذا اليوم بصير التركيز كله على الحركة والنشاط عندك طاقة عالية جدا اليوم تكثر عندك الاتصالات والتناقلات السغريات القصيرة وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية معينة وتكون مهمة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر هاي الاتصالات عن اتفاق أو عن مصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط الطاقة ما زالت عالية جدا لأن القمر موجود عندكم وانتم مقبلين على فترة ممتازة جدا بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة دعم مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل لك كثير من الأشياء الممتازة وكل ما اقتربنا لساعات الصباح بتجد الأجواء أحسن وأحسن فعشان هيك من ساعات الصباح الباكر وطيلة هذا اليوم بصير التركيز على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغمروا بأموالكم لأنه فترة شوي بدك تكون حذر فيها لأنه القمر شوي منتحس فعشان هيك انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين فتعتبر فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن رغم أن الفترة هي ممتازة وممكن تحصل من خلالها بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء ما سالت ضاغطها عليكوش شوي بلشتها يعني تظهر بعض البوادر بأنه الأجواء أحسن لأنه القمر باتجاه برجكم فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح الباكر ظلوا منتبهين على صحتكم ما تبالغوا في إنجاز ما لديكم من عمل ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن هيك تحس أنه الحظ ما بيدعمك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ولكن من ساعات الصباح الباكر بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم وطيلة اليوم طبعا بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وبتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وخلال فترة هذا اليوم اليومين القادمات ممكن تسمع خبر صار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا طاقتكم بدأت تنزل الآن لأن القمر بقترب بعد من بيت متاعبكم فعشان هيك خلوا علاقاتكم مع أصدقائكم مرنة وما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أو تنتقدوهم أو تدخلوا بأي خلاف أو مشاكل معاهم بظل في مجال النشاط الاجتماعي خلال مساء هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة لأحد دعوة حفلة مناسبة أشياء من هذا القبيل وممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل كيف تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر طبعا طيلة اليوم كمان لنفسيتكم لصحتكم وحاولوا أن تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك في خلال اليومين هدول فعشان هيك لا تتخذ قرارات حاسمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتضل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء ما في داعي للمغامرات والمجازفات مقالفة القوانين تجنبوا الخلافات مهما كانت حاولوا إنكم تسيطروا على أصابكم ما تشوهوا سمعتكم في ساعات الصباح الباكر القمر رح ينتقل وصير في بيت العلاقات الاجتماعية فهنا خلال هذا اليوم تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولوا إنكم ما تبقوا واحدين تعتبر هاي فترة ناشطة وباعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعيد فترة إيجابية جدا ممكن من خلالها برضو يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء اللي زمان إلك ما شفتهم أو ممكن مكالمي أو خبر عنهم يدعمك بشكل قوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر